نتيجة امتحان الـ EST ونتيجة امتحان الـ SAT الأخير تعالوا ندردش يا حضرات طبعا كلنا عارفين أن نتيجة امتحان الـ EST كانت حلوة جدا أو كانت وحشة جدا ونتيجة امتحان الـ SAT برضو كانت حلوة جدا أو كانت وحشة جدا يعني إيه كانت حلوة جدا أو وحشة جدا على حسب حضراتكو بتسمعوا المين وبتقروا المين وموجودين في أنهي تشات في أنهي جروب في أنهي وقت زي ما حضراتكو شفتوا طبعا الكلام غريب جدا ناس كتيرة بتقول قد إيه إن النتيجة حلوة وناس كتيرة بتقول قد إيه إن النتيجة وحشة وهنا بقى فيه لابس كبير من الناس اللي ما دخلتش الامتحانين دول الطلبة اللي هم ولا دخلوا EST اللي فات ولا دخلوا SAT اللي فات وأولياء أمورهم مش فاهمين هي نتيجة بجد كويسة ولا النتيجة بجد وحشة وأنا حرد على حضراتكو على السؤال ده حرد على السؤال ده على حضراتكو برضه بص يا حضرات دلوقتي طبعا لازم نعرف ان في عدد معين من الطلاب بيدخلوا كل امتحان من الامتحانات دي كل شهر او كل كم شهر يعني الفكرة كلها ان اللي حضراتكم بتشوفوه على السوشل ميديا ده مجرد نسبة من عدد من الطلبة دخلوا الامتحان بمعنى انا مثلا هنفترض ان انا عندي 100 طالب دخلين الامتحان بتاع الاس اي تي الميت طالب دول في اتنين منهم جابوا درجة عالية جدا حقوم انا منزل بوست على الفيسبوك مثلا واقول الف مبروك للطالب فلان والطالبة فلانة ان هما جابوا سكورز عالية جدا جدا فناس كتيرة تفتكر قد ايه الامتحان كان ساهل قد ايه الامتحان كانت درجاته عالية قد ايه انا عبقري ان عندي اتنين طلبة جابوا سكورز ده طيب الاتنين طلبة دول كام من الميت طالب اللي عندي اللي دخلوا الامتحان اتنين في المية هل اتنين في المية ده رقم كويس ولا وحش الله اعلم انما هو نسبة تمام طيب يمكن يبع عندي عشرين طالب يمكن يبع عندي تسعين طالب الفكرة كلها ان مش اي حد يقول ان هو جاب سكور حلو قوي معناها ان الامتحان كان حلو ولا اي حد يقول ان هو جاب سكور وحش معناها ان الامتحان كان وحش وبنفس الطريقة مش أي تيتشر يقول أن الطلبة بتوعه جابه درجات حلوة معناها أنه هو تيتشر كويس ولا أي تيتشر يقول أن الطلابه جابه درجات وحشة معناها أنه هو تيتشر وحش الطالب هو اللي بيجيب السكور ومجهوده ومذاكرته هي اللي بتخليه يجيب السكور والتيتشر مجرد عامل من العوامل اللي بتساعد الطالب أو الطالبة في النقطة دي طيب فتفسيري أنا للموقف ببساطة إن بيحصل حاجة بنسميها amplification للنسبة الصغيرة التكبير بمعنى أن أنا أنا شخصيا كطالب وثلاثة أربعة صحابي أعرفهم جبنا درجات وحشة فإحنا وأولياء أمورنا ندخل على السوشل ميديا وعلى واتساب وعلى فيسبوك وعلى تيليجرام والحاجات دي كلها ونقعد نقول قد إيه الامتحان كان وحش وقد إيه الامتحان كان ظالم وقد إن كل الناس جابت سكورز وحشة وكل الناس حصل لها كذا مع أن إحنا ثلاثة أربعة بس بانينا الرأي ده مجرد يعني من معرفتنا للإكسپيريينس بتاعنا إحنا وبنفس الطريقة مدرس اتنين تلاتة عندهم طلبة ما شاء الله جابوا سكورز حلوة نحسن الظن بالناس دي كلها في ناس بتقول دول مغيرين الأرقام ده فوتوشوب بتاع يعني ما ظنش إن الموضوع مستهل إن حد يعمل كتا فنفترض إن طبعا في كذا مدرس عنده كذا طالب جابوا درجات حلوة طيب ما شاء الله ألف مبروك للطلبة دي هل ده معناه إن كل الطلاب جابوا درجات حلوة أمور دايما نحكم على الحاجة بالعقل ده امتحان دخلوا عدد كبير من الطلبة طبيعي إن الناس كتيرة تجيب سكورز حلوة طبيعي إن الناس كتيرة تجيب سكورز وحشة وطبيعي إن الناس كتير جدا تجيب سكورز متوسطة واللي بيجيب سكورز متوسط ما بيدخلش في الزحمة دي ولا بيشتكي ولا بيقول إن هو جاب سكورز حلو بيسكت وخلاص طيب اللي أنا عايز بقى أأكد عليه النهاردة في الفيديو ده هو إن لما بنزود قوي الإحساس إن الامتحان كان ساهل قوي وإنتوا ما بتفهموش حاجة علشان كده جيبتوا سكور وحش أو العكس إن الامتحان كان صعب جدا وكان مليان أخطاء علشان كده جيبتوا سكور وحش فإحنا بندي شماعة للطالب يعلق عليها عدم المذاكرة بتاعته عدم الاهتمام بتاعه يعني مش عايزة أقول فشل إنما نقول الفشل بتاعه فيه إنه يجيب نتيجة كويسة فبلاش حضراتكو كأولياء أمور وكتو الله بتدوا بعض الشماعة دي الحجة دي اللي هو آه طبعا هجيب سكور وحش إنتوا مش شفتوا إيه اللي حصل للشهر اللي فات ده الـ EST ده طلع وحش جدا الـ EST آه ما هو بقى متصرب دي كلها حجج طيب هل ده معناه إن امتحان الـ EST مثلا كان ممتاز ده كان فيه أخطاء وكل حاجة بس مش أخطاء تخلي واحد يجيب سكور يعني يجيب 800 من 1600 ما كانتش فيها أخطاء للدرجات دي يعني تمام؟ يعني أنا مذاكر مستوية إنه أنا أجيب في الامتحان 90% نتيجة لظروف الامتحان وبعض الأخطاء اللي موجودة الـ 90% دي أصبحت 80% آه معقول قوي إنما مش أنا مذاكر يبقى مستوية 90% وأدخل الامتحان أجيب 40% لأ ده كده إنت بقى اللي فيك العيب مش الامتحان فمهما كان الامتحان فيه أخطاء ومهما كان امتحان وحش يعني ما ظنش إنه ممكن يكون فيه حاجة بالشكل ده تخليك تعمل دروب كبير أوي كده في الـ score المتوقع بتاع حضرتك أو حضرتك طبعا النقطة أخيرة هنا ودي يعني قد تكون أهم نقطة في الكلام بتاع النهاردة كله هو إن أنا شايف إن أولياء الأمور لازم يطلبوا الجماعة القائمين على الـ EST في الوزارة في مصر إنهم يعملوا نوع من الشفافية في الـ release بتاع scores بمعنى إن كل score يطلع يطلع معه score report يبين فيه عدد الأسئلة الصح وعدد الأسئلة الغلط اللي موجودة في كل section من sections الامتحان ممكن يعملوا حاجة زي الـ QAS اللي بينزل مع الـ SAT بيبقى فيه نسخة من الامتحان وبيبقى معك report رسمي فيه إجاباتك كلها يعني رقم 1 إجابتك كانت A بس الإجابة الصحة طلعت C رقم 2 إجابتك كانت B بس الإجابة الصحيحة طلعت D وهكذا بالشكل ده حيضمنوا لحضراتكو إن فيه نزاهة في التصيح بتاع الامتحان الامتحان بيتصحح بجد تقدر تقارن إجاباتك دي بالإجابات اللي إنت يعني جاوبتها لو فاكر مثلا يعني تقدر تعمل حاجات كتيرة تخليك عندك الثقة إن الامتحان ده حقيقي وامتحان كويس فدي لازم تيجي من حضراتكو كأولياء أمور طبعا تضغطوا عليهم في النقطة دي وهو حيبقى يعني عبقى عليهم فالموضوع بالنسبة لهم مش حاجة حلوة إلا إذا حضراتكو يعني طالبتو بيه أظن ده حيكون حاجة كويسة جدا تحل المشكلة بتاعت امتحان ال-EST أما امتحان ال-S-E-T فهو امتحان طبيعي بنفس المستوى زي الامتحانات اللي جات قبل كده ما فيهوش أي حاجة غريبة الطالب المتعود على الامتحان ومتمرن وعارف هو بيعمل إيه خلاص تمام أكيد هجيب سكور حالو والطالب المهمل اللي مش بيذاكر يعني كان واخد الموضوع كده لعب أول متوتر بسبب حضراتكو أولياء الأمور وبسبب زميل وبسبب الكلام اللي بيحصل على الإنترنت أكيد جاب درجة وحشة للأسباب دي مش علشان الامتحان كان فيه مشكلة طيب أخيرا بس علشان خاطر أنا عارف إن فيه ناس ممكن هتختلف شوية معايا في الكلام حضراتكو عارفين أنا الشهر ده بالذات ما نزلتش أي سكينشوتس للطلبة اللي عندي أنا في الكورسز بتوعي نظرا لأن أنا شفت إن فيه ناس كتيرة متحملة قوي في الموضوع ده الشهر ده ويعني واخدين جانب مع وجانب ضد بشدة فحبيت أستنى لغاية لما الموضوع يهدى شوية إن شاء الله إنما لو فيه مدرسين نزلوا سكينشوتس لدرجات الولاد اللي بياخدوا الكورسز بتاعتهم وهم فخرين بيهم سواء يقصدوا بالكلام ده دعاية أو فعلا هم فخرين بيهم وعايزين يدوا مثلا نعمل يعني تكريم للطلبة دي أو حتى لو هم فعلا يقصدوها كدعاية فيعني ما ظنش إن احنا نعيب عليهم والناس تدخل تهاجمهم بشدة وكده يعني الموضوع مش مستاهل أكيد كلنا عارفين إن الوصل الولاد إنهم يجيبوا سكورس حلوة هو أولا توفيق ربنا وثانيا مجهود الطلبة دول وشطرتهم وذكاؤهم طب هل المدارس ملوش لازمة يعني لا أكيد طبعا المدارس له لازمة كبيرة ولو عامل كبير إنما ما هواش الأساس لو ابن حضرتك أو بنت حضرتك يعني ضعفاء في المدرسة ومش بيذكروا ومش مركزين ويعني مش عارفين مصطحتهم فين وعندهم نعمل إهمال وحاجات كتيرة كده يعني أظن أيا كان المدرس اللي هيشتغل ومعه مش هيكون هو السبب في إنهم يجيبوا سكور حلو على قد ما هيكون الشغل على كل العوامل دي من الـ parents ومن الولاد نفسهم ومن teachers كمان يعني teacher عبارة عن تلت المعادلة مش المعادلة كلها يعني وأنا بتيالي من حق المدرس برضو إنه هو يبقى فخور بولاده ومن حقه إنه يعمل دعاية يعني في ناس تقول دي دعاية من حق المدرس يعمل دعاية لنفسه وزي ما من حق الدكتور يعمل دعاية لنفسه وزي ما من حق المحام يعمل دعاية لنفسه وزي ما من حق أي شركة تعمل دعاية للمنتج بتاعها فما ظنش إن حتة التحامل الجامد ده أنا شايف إنه مالوش لازم طبعا لو في بقى مدرسين بيزوروا يعني في ناس بقى فعلا بتستعمل فوتوشاب وحاجات زي كده وبتلعب في السكور وشفت حد عامل فيديو ازاي يعني كيف تلعب في السكور لو في ناس عاملة كده فعلا يعني الموضوع موضوع وقت بس وحيبان إذا كان ده حد كويس ولا لأ يعني حيتحك على بعض الناس أو حتتحك على بعض الناس أكيد إنما مع الوقت بيبان يعني عندما الدعاية حاجة والحقيقة حاجة زي ما حضرتك في دعاية المنتج معين في التلفزيون مثلا شفتوه الإعلان عجبك جدا هتروح تشتري المنتج ده مرة اتنين والله عجبك خلاص هتفضل على طول بتستعمل المنتج ده ما عجبكش هتبطل تشتريه ومع الوقت هتلاقي إن خلاص كل الناس بقت كده إن كله اكتشف إنها دعاية كاذبة أو كده فيعني ما ظنش الموضوع مستاهل الخناء الكبيرة يعني إيه اللي بتحصل اليومين دول نصيحة أخيرة للطلبة مرة تانية حضراتكو حاليا الوضع بتاعكو إن فيه امتحان اسمه ACT فيه امتحان اسمه EST وفيه امتحان اسمه ACT ادخل أي اتنين من التلاتة دول على الأقل علشان إن شاء الله تبقى في السيف سايت سواء قرارات اتغيرت اتأجلت اتلغت اتأكدت أيا كان اللي حيحصل ملكش دعوة باللي بيحصل امتحانات كلها شابة بعض جدا زاكر كتير اشتغل كتير ركز كتير رسيبك من كل العكل اللي بيحصل ده وإن شاء الله جيبوا سكورز جميلة بإذن الله شكرا يا حضرات على وقتكم سلام عليكم